عودة لكم من جديد مشاهدينا نوحوا مباشرة إلى فقرتنا ثانية لنهار اليوم وفي الفقرة هذه حضر معايا الممثل المسرحي حكيم بياد حضر معايا اليوم في فلطة صباح الوطنية الحكيم مرحبا بكم معنا صباح لخير الكريمة صباح لخير مشاهدينا شكلكم على الإصدافة شكرا لك كيف حوالك حكيم لباس حمد لله أنتم لباس لباس حمد لله الحمد لله طيب حكيم بين المسرحيين صعيدين بواو عندك طموح كبير في مجال الفن والتمثيل طيب حكيم كيفاش كانت البداية تاعك في المسرح بدايتي في المسرح كانت في 2015 اللي كانت هناك دار شابب إديس بيلال اللي كانت أسست العرض المسرحي تحم للفرقة المسرحية سنة 2012 كانت البداية يعني كما بداية كامل أنا قبل ما ندخل بالمسرح كان عندك ميول ناجحة ميول التمثيل أو للمسرح يعني قبل ما ندخل كنت نشوف كنت نشوف بعض الأعمال تلفزيونية كنت نقول علش من كوش كما هما علش من رحش نحوص واني قرأ وحوصت حوصت 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 وكانت يعني وين الساكن تاعي كان هناك فرقة مسرحية دار شابب إديس بيلال كانت هناك فرقة عين ناجحة عين ناجحة عين ناجحة كانت فرقة ما شاء الله فرقة متكونة من 24 شخص يعني قبل ما نكون نفامي كاز نكون عائلة قبل كل شيء هي الصح يعني كانت ما شاء الله يعني هذه البداية تاعك هذه البداية تاعك كيفاش ربما عندك تقريبا سبع سنوات ثمانية أكثر ستة نعم طيب حاكيم شاركت في أعمال مصرحية وتلفزيونية نخليك أنت تحكي عليهم ماشي مشكلة يلا تفضل أول شيء العمل المصرحي هو اللولاني كانت البداية في العمل المصرحي كان أول عرض المصرحي هي المصرحية المحطة كان أول صعود لي على خشبة المصرح يعني مشي حاجة صعيبة مشي حاجة اللي تقدري خاش كان أول شيء ممن نشكل أستاذ تاعي كاريني النور الدين اللي يعطى لي الفرصة باش نبان كان عرض المصرح يعني كانت البداية تاعك على خشبة المصرح قبلت الجمهور كيف كان شعورك في هذه اللحظة؟ كان شعور رائع يعني المصرح هو أبو الفنون المصرح يخليك تعيش في عالم ثاني يخليك تخرجي كان وشكين في قلبك تخرجي على خشبة المصرح هذه أنا كانت المصرحية الولانية مصرحية لاريد بيس اللي كان طالي فرصة الاستتاعي يعني كان الدور صغير بصرح قابلت الجمهور كانت يعني علي من تحكي ديك المصرحية؟ تحكي على الواقع يعني احنا من في الفرقة ما نديروش عرودة تاع المجهدين حنا نحضر وشو صاري قابل المجتمع يعني تحكيوا الواقع نعم نحكيوا الواقع وشو صاري في الواقع نحكو نديرو على الخشبة المصرح نعم طيب حكيم نرجعو إلى الفن السادس اللي تحكم فيه قواعد ربما معينة تختلف على العمل التلفزيوني فوش يميز ربما العمل المصرحي بكثرة؟ يعني الفرق بينتهم نعم الفرق الفرق بينتهم نشوفي المصرح هو أبو الفنون المصرح كما قلت لك يخليك تعيش في عالم تاني المصرح هي عنمك كيف اشتوق فيه هي عنمك كيف اشتهدري أنا نشوف ناس يعني ما عندهاش موهيبة نشوفها في عمل سينيما أو نشوفها في عمل تلفزيوني أنا بنسبالي بسبب لي الممثل لازم يجز على المصرح نعم ما شي نقوله زعمة واحد ما شي قاري مسرح ما شي مرعبش ما شميبا كيفاش يوقف في الخشابات المصرح نشوفه في عمل تلفزيوني يعني المصرح هو الأساس هو القاعدة هو القاعدة هو الأهم يعني لكن هنشوف ربما كاي موثلين عالميين ما جزوش على المصرح وشنو الشي الفارق لبينتهم يعني احنا مونا شنش نشوفه نشوفه تقريبا كام الممثلين المعروفين نشوفه مقاين المصرح جزوه في عرض مسرحية جزوه في الأخر يعني نشوف أي واحد ما جش في المصرح نبيس بالي ليس ممثل يعني الممثل المصرحي لازم يجوز عن المصرح لازم يعلم كيفاش يهدار يعلم كيفاش يوقف على الخشابات المصرح هل هادش يرجع ربما إلى يعني تكون ربما كاي احتكاك مباشر مع الجمهور نعم يوجد احتكاك يعني الجمهور هو الصح هو الشي اللي يخلي ربما المصرح يكون يعني التكوين تاعه أحسن من واحد يدخل ربما مباشرة لتلفزيون أكيد أكيد يجب يكون عندك احتكاك في المصرح يجب أن تكون تعرفه شنو قواعد المصرح كيفاش لازم تهمم في الكاستينج نعم دوكا لكاستينج والناس تبازي بزاف عن المصرح ويسكسيك أسكور كي دير المصرح سحنا نشوفه الناس الغالب شغل في الكاستينج دوكا ضاهرة ولا تدور بزاف يقول لك شحل عندك عدد المتابعين يعني هدي الظاهرة اللي أولا ما صارتلك أنت حاكم صارتلي صارتلي ديجاف كان عندي عامل تلفزيوني عامل يفت أحجوز كاستينج ركرة موهباه يعني هدي المخرج يعني بجم распبضيك الإسم وقال لي شحل عندك عدد متابعين وقل لك أنا ما عندك عدد متابعين يعني دوكا نسمى ولا تشوف على أداء ولا تشوف على الموهبه ولا تشوف كيف يكون عندك اللي يزابوني بزاف هو اللي يقيمك هو اللي يزعم اللي تروح تخدمي لكن هال chickens اسمت هيا عدد المتابعين يؤدي إلى نجاح العمل ممكن ممكن إلا كانت عندي إلا كان عندك موهبه وذن تروحت عن الموهبه هدك ولا أذهبت على الأداء تخدمي تقدير تكوني يعني حكي ماركش ضد الناس اللي عندهم يعني لفولورز بزاف شوفي مارك ناطق 50 بالمية 50 بالمية خاتش ما كانش ناس قارية ناس قارية بقرايتها قارية لا غالب مساكن ما شي ما في ماشي في الضمن بكتاع الصحافة ما شي في الضمن بكتاع المصرح ما في الصحافة ما في أي واحد مسكين قراي قرايته وقراه في الأخر لا غالب مساكن ما كارش يعني الناس ربما لكونوا عندهم عدد متابعين بزاف هو لأهلهم باش يكون عندهم دور عمل تلفزيوني ولا يعني تحصلوا على وظيفة يعني تكون عندها علاقة مع الجمهور علاقة مع الجمهور طيب نرجع إلى المصرح حكيم بما أنك ولد المصرح ربما وشنو هم الأنواع اللي نعرف أنواع المصرح أو المصرحيات كثيرة فحكيم فاش تصيب روحك تراجيديا ربما المصرحية الفكاهية أو غير هاي الأنواع أنا المصرح نلقى روحي فلاكوميديان أنا أخذت بزيف لاكوميديان أنا تار كان عندي واحد الأرض المصرحي هي لعبة القادر كان تتحدث على التشرد تتحدث على الواقع هادية لعبت فيها بلغة القبائلية يعني كان شافني استتاعي بلغة القبائلية خير من لغة العربية كي شافني قالي شغول نحسك كابين تلعب مني شغول مش كيمة العربية هادي هي شغول لغة القبائلية نحصوحي آلاس خير منها خير من لغة العربية نعم نعم حكي ماكش حاب تشارك في أعمال تلفزيونية أكيد أنا شوفي الحد الآن مازمجاني ولا عرض تلفزيوني يعني إن شاء الله مع الوقت إن شاء الله يكون عندنا عمل إن شاء الله وشوفونا إن شاء الله في رمضان شاركت في كلب موسيقي صح؟ نعم كلب موسيقي محميلانو مع المخيش أمين بومدين كان شرف كبير اللي خدمت معه يعني كان تجربة رائعة يعني كان كاستينج جوز تكاستينج نعم كان كاستينج وعيطونا محميلانو وزاكو ربما كاين أعمال أخرى شاركت فيها؟ ما ذكرت هناش؟ نعم عندي نافق فيلم نافق اللي خدمت مع المخرج باشيري كان عندي دور صغير في كوراسيون يعني منيحة واحدة يبدأ بلي في كوراسيون خير باش كنت لقي يتعود على الكاميرا يتعود على الدور يتعود على الكاميرا يتعود على بعض بعض مزافع فايس طيب حكيم حكينا على الكاستينج ربما وشنو هي المعايير باش يخيروا الممثل اللي يناسب الدور يعني قلت لك قلت لك تحجو زيكا سيكسيك على عدد المتابعين لكن ماشي كل مخرجين أو لا ماشي كل مخرجين أنا كاين كاين بزاف جاوني عرض جاوني عرض لكن كانت الأخر دعين ما مساعدتنيش شغل مع الوقت مع الاخر ما ما يساعدكش يعني كانوا جاين كان يشوفوا بزافع فايس يعني يعطوك الدور وانت تمثله يعطوك دولة تتمثله ولا يعطوك تعريف الشخص يعني يقول لك عارفين روحك عارفين وش ديري وش من العمل اللي خدمتي فيه هذه هي شغل كل واحده كيفه كما في الإشهارات يقول لك تعريف على روحك يدير لك صور ونبدأ يعطوك يعني خيروا ليليق بهذاك الدور هذاك الدور نعم طيب حاكيم إضافة إلى أنك ممثل مصرحي وما عندك مواهب أخرى تقوم بها في حياتك نعم عندي يعني مصور تليفيزيوني مصور تليفيزيوني مصور فوتوغرافي إن شاء الله يعني إن شاء الله نحقه وشان يحايف إن شاء الله يعني ساعدك التصوير في العمل ساعدني شوية أنه تعرف ربما القواعد الأساسية كيفاش تمشي في الكواليس ها يعني مشي واحد لي تكون في اسام الكاميرا ولا شغل والفت خلاص نعم حكينا ربما حكيم موقف صرالك وارسخ في دهنك فاش في في المجال يعني التمثيل والمصرح شوفك يعني إن أنا بزف أول ما قلت على خشبة المصرح أثرت فيك حاجة شوفي ماشي نقدروش نقول على خشبة المصرح كاني الناس شغل يشوف يشوفوني شغل جياحة كاني الناس متقبلوش بلاني نقرر المصرح ولا ما يتقبلوش أنا صارت لي بزفة فايس من ناحية مام العائلتاي شغل معلول ما مقنعوش باللي قالوا لي وش توحد دير ثم قالوا توحد الجياحة تروح الاخر علاش ربما يعتبروا أنه الفن جياح؟ هادي ما على بالش من برد يقولوا لي هكا كيشوفوني صحابي يقولوا هولي كوجزة جايحة كليدر في المصرح كيبزاف ينتقضوني بزاف 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 مع الوقت مع العائلتاي كيشفوني يعني كيشفوني على خشبة المصرح يعني خلاص ومبعد تقتنعه أنا نوش اللي أثر فيك ربما ما زالوا أثر فيك الحد الآن الحد الآن نعم لكن يعني طريق النجاح هذا هو؟ طريق النجاح أنا يخيل بوسي بتاعي باش ننجح ونوري قاعد يكوش عندي ونكون عندي عام أعمال إن شاء الله في تيريفيزيون إن شاء الله يا رب نتمنى بلك توفير إن شاء الله يا رب حكيم شكرا لك على قبول بدعوتنا لنهار اليوم شكولك على الإصدافة شكول أستاذ تاعي كارين ونور الدين شكول أخ كامل اللي هو معي في الكوليس ونشكول أخ تاعي ويسام لي قتلي دليد ديكات هذه هي يلا تحيي لويسام ولكل عائلة ديالي إن شاء الله يعطيك صحة شكرا لك حكيم مرة تانية وبتوفيق في أعمالك القادمة إن شاء الله مشاهدينا نخليكم الآن مع فقرة الطابق ونحن نشوف وصفتنا لنهار اليوم ورجعين لكم